هعمل دلوقتي صلطة خيار وطماطم تشاري المكونات بصل طماطم تشاري خيار لمون بوهرات روزماري وخل بالسمك وهستعمل ملح وفلفل وزيت زتون هبتدي الأول هاخد الخيار طبعاً اللي عنده مشاكل في قولون أو اللي هي البزور أو السيدز دي بتعمل مشكلة في البط يعمل الطريقة اللي أنا بعملها دي هاخد خيارتين وحشيل منهم البز بقسمها بالنص مع علاقة صغيرة وحشيل البزر كده ده لو في حاجة يعني لو البزر ده بيضاي أنا واحد من الناس ما بقدر شاكل البزر ده بيعمل يعني في البطن بينفخ البطن بيضاي فحشيله كده دي أسهل طريقة بس هو طبعاً بقى بما أننا مكملين في موسم الأكلات السريعة والسلطة وأكلات السمك السريعة فطبعاً إيه؟ الخيار ده في الصيف بيبقى لذيذ قوي لأنه بيخالي الواحد يبقى فراش كده وإيه؟ بيعود كمان جزء كبير قوي من المياة اللي واحد بيفقدها في الصيف وهدي آخر واحدة إيه؟ أهم حاجة مش لازم نبقى بسرعة يعني كل الناس يعني بيحاولوا يسرعوا لأ بنسرع لما يعني وأنا بشتغل أسرع لما بتدي بقى متمكن لأن السككين بتعور والدنيا ما بتبقاش بسهولة قطع دول دواير زي ما هم كده وبعدين قطع التانين على شكل اللي هو إيه؟ زي الهلال زي ما هم كده اللي أربعة موجودين هي المفروض إنها سالة تتخيار فحيبقى الخيار فيها كتير وكمان الخيار بيساعد قد على الهضم بس هو نفسه ما بيتهدمش قوي جيدة فاضل دول واجيب بولة صغيرة هحط اللمون هحط بقى نص لمون ونص خل بالسمك مش هحط كله لأن لو حطيه كله هيبقى مزز قوي بنص ونص نشيل دول وعندي البهارات وهحط الروزماري ده سليم وده متعطى ده حزوى بيه في الآخر خليه جنب هنا خلاص وهاخد معلقة ملح صغيرة ممسوحة مش كبيرة قوي وزيها فلفل اسود ممكن نستغنى عن فلفل اسود لأنه حطيه بوهارات بس يعني طبعا التدبيل ده بيبقى راجع للزوء الخاص هناخد زيت زتون نقول حوالي لطبع ده أربع معالق كبار حط بقى شوية ماء صغارين جدا علشان أخلي الدرسنج بتاع السلطة يبقى ايه متماسك شوية مضرب الليبو كده كويس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة